بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتباية الكرام في كل مكان في قناة نتعلم نجيزي سوا مع مستر محمد طه أهلا وسلام ورحبا بكم في لقاء جديد وحلقة جديدة من حلقات Idioms and Reverberbal Phrases Course كورس التعبير اللغوية والأمثال ده من سلسلة حلقات أفضل طريقة لتعلم اللغة الإنجليزية يعني هتلاقيه في قامة تشغيل حلقات أو أفضل طريقة لتعلم اللغة الإنجليزية تلاقي فيها طبعا هذا الكورس الممتاز جدا جدا رقي والثقافة اللغوية سواء من الإنجليزية العربية أو من العربية الإنجليزية هتلاقيه في الفيديوهات دي وفي الكورس ده هيعلي من مهاراتك في اللغة الإنجليزية بسرعة البر إزاموله أوكي عفوا خلينا نشوف بعض التعبير اللغوية اللي أنا اخترتها لحضراتكم يارب تنال إعجابكم إن شاء الله أول التعبير معانا النهاردة أخيرا وليس أخيرا وليغبار طبعا أو عبارة كلنا بنقولها لما يبقى لمسألة ما بقية أو لموضوع ما بقية أو أن مسألة ما أو أمر ما ما ذال مفتوحا يعني للنقاش للآراء أنك أنت لسه أنا قلت رأي أنت ممكن كمان تقول رأي أنت قلت اقتراح في هناك اقتراحات أخرى فنقول أخيرا وليس آخرا حين يكون لمسألة ما أو موضوع ما بقية تمام؟ طيب كيف نقولها في اللغة النجزية Last but not least Last but not least على سبيل المثال ممكن نقول Last but not least Success largely depends on the commitment to provide the right health care to the right persons طبعا وأخيرا أو يعني معنى المثال وأخيرا وليس آخرا فإن النجاح يعتمد بشكل كبير على الالتزام بتقديم الرعاية الصحية المناسبة للشخص المناسب ثاني تعبير معنا النهاردة أدلى بدلوي وهو طبعا إيه أن أود لي يا بدلوي طبعا واحد من الترجم مثلا أو طالب سنوية عامة أو حال طالب ترجمة في فرقة الأولى أو الثانية ويلاقي كلمة أدلى بدلوي فتعمله إيه زن فودانه أدلى بدلوي أن تساهم بآرائك تعليقاتك أفكارك في منتدم ما مؤتمر ما في مناقشة ما في أمر ما فنقول أدلى أو يدلي بدلوي وأدلى بدلوي تمام كيف يمكن أن أقولها في أمريكي؟ لكي تقوم بمتدع من أجلاء ومتعباتك 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 في ممتعباتك أو حالة أو حالة على سبيل المثال ممكن تقول أريد أن أعرف كل من الذين يتعبون مع إجلاء ومتعباتك في هذه المتعبات أود أن أشكر الذين أدلوا بدلويهم من أفكار وتعليقات في هذه الندوة تمام نشوف التعبير اللي يتعبين أدى ما علي طبعا الشخص مثلا أو شعر إنه يكون شخص ما قام بواجبه يعني ونعم زي ما بيقوله تمام لم يقصر فيه شيء تمام وأدى واجبه بالكامل يبقى بصر أدى ما علي هذا هو المراض منها أو نقولوها في اللغة العربية كيف يقولوها في اللغة الإنجليزية؟ على سبيل المثال، يمكنك القول إن الجنود الأبطال الذين لقوا مصرهم في الدفاع عن أراضيهم قد أدوا ما عليهم اتجاه وطنيهم وأمتهم خلينا نشوف التعبير التالي أراق ماء وجهه عفان الله وإياكم ده إنسان بيذل نفسه للغالي والرخيص زي ما بيقولوا كده مالهج تفسير تانى ذلك بيذل نفسه وبيهين نفسه وعايز يوصل لحاجة فقد يعني يذل نفسه ويهين كرمته علشان يصل لهذا العمر العزو بالله عفان الله وإياكم فأراق ماء وجهه ويريق ماء وجهه لحاجة 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 عفان الله وإياكم إنه على استعداد لأن يريق ماء وجهه من أجل المال التعبير التالي إيرابان إيرابان لحاجة 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 طبعا إنه لما أكون طالب ترجمة أو مثلا راجل مثلا محامي وبأترجم عقد أو أعمل حاجة أو طالب سنوية عامة وبأترجم نص وإيد كلمة إيرابان إيرابان ديت فهي ممكن إني تعمل لي كده زي طنبورة أو زي النب فوداني لا هي إيرابان إيرابان يعني هو الفوتات تقطع الحاجة يعني تخليها فتات زنبولة كوفتها فهي مستم إيرابان إيرابان تمام لحاجة 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 يعني عفون بنتوا عارفين برد الصيف عفون الله وإياكم يعني فعلم عليش تناسف للإنقطاع دوت تمام خلينا نشوف على سبيل المثال ممكن أقول يستطيع قطيع من الضباع تقطيع أي حيوان كبير إيرابان إيرابان خلال دقار يعني خليه فتات زي ما بنقول تمام ده إيرابان إيرابان تعبير آخر ارتمى في أحضان وهذا الأمر طبعا يحدث حين تعرض الإنسان لموقف ما من الأهمية بمكان أو زو أثر كبير على نفسه وعلى مشاعره فيرتمي في حضن أقرب الأشخاص إليه فطبعا يأجري على من ويحضن من أقرب الناس لي مثل والد والديته لا بلا بلا ومش رطع فان الله يكون أمر سيء لا ممكن يكون أمر جميل نجاح مبهر تمام تثرو وانسالف into the arms of someone or something or to be under the control of someone voluntarily اوكي تمام على سبيل المثال when the doctor told her that her father was dead she threw her cell into the arms of her mother and purist into tears فيما معناه عندما أخبرها الطبيب بوفاة والدها ارتمت في أحضان أميها وأجهشت بالبكاء أخذ بالك من كلمة أجهشت دي اللغة العربية جميلة جدا 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 غنية جدا جدا أغنى لغة في العالم بالألفاظ والكلمات والتعبيرات المؤثرة يا مصر تمام آخر حاجة معنا النهاردة إن شاء الله هي أرضاه قتيلا آآ طبعا أنت تسمع أرضاه قتيلا كده تقول إيه أرضاه دي آآ طبعا to kill someone instantly or to put an end to some one's life طبعا لما بنقول to kill someone instantly or to put an end to someone's life طبعا يا مصر بنقولها هي في دد المعنى للينا نقوله في اللغة العربية أرضاه قتيلا طبعا أنك أنت تقتو شخص ما في التو الحين تمام تطلق طبعا مثلا صوب العدو أو صوب شخص ما في يخسقطه طبعا مصر قتيلا في الحال أو يقتلوا أو يتوفى في الحال فهنا نقولها أرضاه قتيلا على سبيل المثال لما بنقول a security guard shot and killed the thief as he ran from the bank أطلق حارس الأمن النار على اللص الذي لاز بالفرار من البنكي وأرضاه قتيلا ما ننساش يا جماعة الناس لو عجبها الفيديو تدعم الفيديو بلايك وشير في الخير فتدله على الخير كفاعل حتى يصل للآخرين إلى أن نلتقي كان معكم مستر محمد طه أستبدعكم الله الذي لا تضيع ضعيه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا شكرا شكرا